ازاك اغلق اعمل ايه وربو تكون بصحة وخير اكيد بتضايق كل مرة تفتح فيها لعبة بابجي موبايل وتعمل فيها منظور ايباد بتعمل خطوات كتيرة فشل ولكن النهاردة في الفيديو ده هقول لك على خطوة واحدة بس تعمل بها منظور ايباد وهيشتغل معك وكمان تقدر تشغله على اي وضعية انت عاوزها وبخطوة واحدة فابنبدأ في الفيديو لو بتحب النوعية دي من الفيديوهات والتسعين فريم والتسرائي الالعاب وكل حاجة انت عاوزها فمندلساش يا صديقي انك تكون مشارك في القناة ونفعل زر الجرس عشان نوصل مئة الف مشارك ويلا بنعلم ده في الشرح وزي ما احنا متعودين فحب اشكر كل التعليقات اللي بديدعمني على كل فيديو انا بنزله التعليقات دي هي التعليقات الاساسية اللي انا بحاول بقدر امكان اظهر اكبر كمية من التعليقات المفضلة واللي بتجيني بشكل مستمر على كل فيديو يعني احب اشكركم جدا يعني التعليقات دي او تعليق بسط منك بيخلينا ان احنا نقدر نستمر ونقدم محتوى بافضل كواليتي ممكنة. هنحتاج في الشرح ده تطبيق تسعين فريم ويه تطبيق شزوكو طبعا شرحتهم كتير ولكن هشرحهم تاني في الفيديو ده لو انت اول مرة بتتفرج علي فتطبيق تسعين فريم ده بيشغل تسعين فريم ومستين فريم ومية وعشرين فريم ويه كمان منظور ايباد. وتطبيق شزوكو التاني ده هو تطبيق مهم جدا ان هو هيشتغل مرة واحدة وبعد كده مش هتحتاجه تاني بس ما تمسحوش على جهازك خليه شغال. طيب اول حاجة لازم نفعل تطبيق شزوكو زي ما انت شايف هنا بيقول لي يعمل بنجاح. فانا هنا هوقفه بالشكل ده علشان نقدر ان نبدأ من اوله جديد. تطبيق شزوكو شباب بيحتاج انك تعمل له اكتران وبعد كده بيحتاج انك تفعله الاشعارات زي كده. الاشعارات شغالة معايا هتدوس هنا على خيارات المطور. لو انت مش بتعرف تشغل خيارات المطور فاشغلها يدويا او يبحث عن اسب جهازك على اليوتيوب ويفتح خيارات المطور وتعالة اكمل معايا الشرع. وبعد كده بتروح معايا هنا على خيار اسم تصحيح الاخطاء السلكية. وبعد كده بتدوس هنا على اكران جهاز جديد بيستخدم رمز الاكران بالشكل ده. وبعد كده بتدوس هنا على رمز الاكران او الاشعارات. واتأكد دايما ان الكيبورد بتاعتك باللغة الانجليزية مش باللغة العربية. هتدوس هنا خمسة تلاتة. وبعد كده زيرو واحد تسعة اتنين. بالشكل ده هتعمل له هنا ارسال. زي ما انت شايف يقول لي هنا تم التحقق بالنجاح. بنرجع تاني. وبعد كده بترجع. وبعد كده بترجع. وبعد كده بتدوس هنا على بدء في التشغيل خيارات المطور وبترجع سنة. وسنة تاني. تفتح داني الشزوكو لو ما اشتغلش. بتدوس هنا البدء. خيارات المطور. طبعا هنا لسة ما اشتغلش معنا. بيقول هنا تم الاقترام بنجاح. فاحنا هنا هنتأكد ان هو تم الاقترام ولا لا. طبعا لسة ما اشتغلش معنا. ودي مشكلة بتواجه بعض الناس. فهندوس هنا على خيارة المطور. بعد كده هنقفل نتح. وبعد كده نفتح تاني ونرجع بالشكل ده. هيشتغل معنا بدون اي مشاكل. يعني المشكلة دي احتمال تواجهك لو انت اول مرة بتفاعل او انت مفاعل مرتين. وزي ما انت شايف هنا هيعمل هنا بنجاح. وبعد كده بتفتح معنا تطبيق تسعين فريم بالشكل ده. طبعا الطريقة هتدوس هنا على شوزوكو تاني خيار. زي ما انت شايف هنا عندنا خيارات كتير جدا للتفاعل. احنا بس هنفعل منظورة ايبات بالشكل ده. وبعد كده صديقي بتدوس هنا على اون. اوكي زي ما انت شايف ظهار لي على طول الاعلان زي ما انت شايف هنا عندنا هنا تسعين فريم. بصوا صديقي هتدوس هنا على مربع وتحركه لاي زوى انت عاوزها طيب. لو دست هنا في النص كده خيار منظورة ايبات بالشكل المتوسط ولكن انا هشل لك الحواف اللي بتزهر لك دي. لو انت مسلا خليته للاخر فانت هنا هتاخد منظور ايبات بشكل عريض. فانت كل ما تنزل تحت كده المنظور ايبات بيوسع معك. وسعت مش بيكون شكله حلو الصراحة. فانت هتخليه هنا في النص يعني انصحك انك تخليه في النص. ويه بتدور على لعبة بابجو موبايل وبتفتحها بالشكل ده. تمام? وبعد كده اول ما تفتح اللعبة وبتدوس هنا على الواجهة بتفتح الخيار مرة واحدة وبعد كده بتقفل تطبيق التسعين بالشكل ده. وبتستنى اللعبة تفتح معاك وزي ما انت شايف هنا نستنى اللعبة. طبعا اللعبة اول ما تدوس على الخيار ده بتفتح معي منظور ايبات على اللعبة بشكل كامل. ويتلاقي كل حاجة شغلة ونستنى اللعبة تفتح. ولو انت شايف بالورة على الفيديو. ده طبعا عشان اللعبة ما تلسعناش مخالفة. حياة النبي محمد. دي اللي هجيب لي جلطة. محدة هجيب لي جلطة غير ده. اما تتحك. اما تتحك يا. زي ما انت شايف هنا منظور الاباد اللي انا عندي هنا متوسط يعني مش موسعه قوي ولكن هنشوف هنا منظور الاباد موجود في الساحة عام من شكله ازاي. زي ما انت شايف هنا التسعين فريم شغالة معايا والمئة وعشرين فريم لو الجهازي مش سخن ولكن هنا عندي هنا تسعين فريم شغالة معايا. وهي منظور ايبات شغال معايا بشكل كامل وحاجة كويسة جدا ان المنظور يكون شغال معايا. زي ما انت شفت صديقي في الشرح هنا منظور ايبات شغال معايا بشكل سابق وبطريقة واحدة وبدون اي مشاكل وحورات ده كان الفيديو بتاع النهاردة. فالعجبك الفيديو ما تستاشى يا صديقي انك تكون متشارك في القناة وفعل تريد الجرس.